السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي او سيراي والمقطع لأسبوع المقطع المنتظر تحديات لأسبوع الثالث من سيزن الثامن اليوم نشوف شرح كل التحديات وبعده نشوف مكان نجمة سيري لأسبوع الثالث لا تزر اللايك على المقطع ونشارك عشان يوصل مقطع التحديات اللي عندك واكبر دعم ممكن يطلع من اي حد هو كود المتجر سيو لو حدت عندك بيكون دعم سطوري مرة ما بطول عليكم وخليكم مع التحديات في البداية ارجع اكرر ما في اي تحدي تقدر تسوي في دور بلاي جراوند او في الكرياتف وتقدر تخلص كل التحديات في الأطوار الجانبية مثل تيم رمبل وفي الأطوار الرئيسية مثل السولو والدول سكواد ولازم تنتحرق وتخلص الجيم بعد كل تحدي تسوي عشان تضمن ان التحدي ينحسب لك ونبدأ بالتحدي الاول على حسب الترتيب بيكون تحدي زيارة اماكن وبيكون تحدي مراحل واربع مراحل بالضبط يعني بتحتاج اربع قيام ومرحلة في كل قيم عشان تخلص التحدي وفي المرحلة اللي اولى في الجيم الاول المطلوب انك تزور المزرعة فتل فيلد ومدينة سولتي في نفس الجيم وقدامكم على شاشة المراحل والمدن اللي لازم تزوروها في المرحلة واحد فتل وسولتي وبعدها انتحرق وخلص الجيم المرحلة اثنين المقابر هنتد وتلتد المرحلة ثلاثة المطار فروستي والبحيرة لوتليك المرحلة اربع لكيلاندي قريتان روه انزل لهذه المدن بترتيب الصح للمراحل بتكون خلص التحدي الاول التحدي ثاني كمان تحدي مراحل وما بيكون صعب ابدا بيكون ثلاث مراحل بالضبط بس الغريب في انه عبارة عن اشياء مختلفة على اخر في المرحلة الاولى في الجيم الاول مطلوب منك انك تكسل ثلاثين نبتة من الصبار في الصحراء شي مرة سهل الصبار موجود في كل مكان في الخريطة الصحراوية دور على الصبار وكسل ثلاثين نبتة من الصبار في جيم واحد او في اكثر من جيم وتكون خلصت المرحلة الاولى المرحلة الثانية المطلوب انك تفتح صناديق الذخيرة في المنطقة الجليدية اللي هي صناديق الرصاص روح للمنطقة الثلجية ودور على صناديق الذخيرة وانصحكم به المكان هنا لان في كثير صناديق وافتح العدد المطلوب وبتخلص المرحلة ثانية المرحلة الثالثة والاخيرة لازم تفتح الصناديق العادية الموجودة في المنطقة البركانية وعشان نكون دقيقين حددلنا الغابات يعني صناديق العشوائية اللي تلاقيها في الغابة الخاصة في المنطقة البركانية بس مع هذا تجرب نكتتح الصناديق الموجودة في المدن مثل ساني ستيبس ويمكن تنحسب لك التحدي الثالث يمكن أسهل تحدي لها الأسبوع قم بوضع ترابين اثنين من أنواع مختلفة في جيم واحد الترابات موجودة بأربع أنواع فخل تراب اللانشباد النار الكوزي فاير وأخيرا التورت الذهبي بكل اختصار لازم في جيم واحد تستخدم اي اثنين يعني مثلا تجيب اللانشباد وحطه على أرضية وجيب النار وحطه على أرضية وتكون خلص التحدي أهم شيء أنهم يكونوا نوعين مختلفين من الترابات وتستخدمهم في نفس الجيم التحدي الرابع التحدي هذا عبارة عن أنك تدور على نجمة مخفية في الخريطة نتبق إحنا ما نتكلم عن نجمة سرية هذه نجمة غير نسميها نجمة تحدي أو النجمة العادية وهي عبارة عن تحدي مرة سهل تحدي بلاش تخلص بثواني وعشان تخلص التحدي لازم تروح لمنطقة ثلجية ولنفس المكان اللي أنا رايح له بالضبط وبتلاقي منطقة غامقة شوية على الأرض وفوقها المنطقة بالضبط رح تطلع لك النجمة العادية شيل النجمة وبعدها انتحر أو خلص الجيم وبتخلص التحدي هذا بكل سهولة التحدي رقم خمسة قم بفتح سبع صناديق في مدينة السنة السبس الجديدة أو في المزرعة فتال التحدي مرسهل وواضح كثير لازم تفتح سبع صناديق في الجمال في جيم واحد أو في أكثر من جيم بس مسموح لكنك تفتح السناديق هذي في واحد من المدينتين واللي هما سنة السبس في الخليطة البركانية أو المزرعة فتال وتكون خلص التحدي التحدي ساد تحدي مباشر بس يمكن يكون شوي صعب قم التدميج أو إحداث ضرر على اللعبين يزدك على منطقة الهيد بمجموعة خمسمية في جيم واحد أو في أكثر من جيم بغتصار لازم تدمج اللعبين يزدك ولما تدمجهم تضربهم ضربات هيد لما تجمع خمسمية دمج ضربات الهيد يعني ضربات الرأس في الجبهة ولا مهم نصيحتي هي أنك تستخدم الرشاشات مثل السكار وتدخل لطور تيم رمبل أو طور خمسين ضد خمسين أو أي شيء متوفر من لطور الجانبية بيكون شيء مرة سهلة لأنك تجمع الدمج خمسمية أيام على الهيد خلص التحدي وتذكر أن شدقر ممكن يساعدك مثل بمب الذهبي ليوصل الدمج فيه على الهيد لين مئتين وعشرين يعني نصف التحدي تقريبا التحدي السابع والأخير وبعده من شوف مكان نجمة سيلة الأسبوع الثالث والتحدي السابع يقول قم بقتل ثلاث لاعبين لاعب باستخدام الاس ام جي ولاعب باستخدام أي مسدس ولاعب باستخدام أي سنايبر التحدي هذا بشكل واضح مطلوب أنك تقتل فيه ثلاث لاعبين واحد من اللاعبين لازم تقتله باستخدام الاس ام جي واللي هو نوعين الكومبات والاس ام جي الكاتم ولاعب ثاني باستخدام أي مسدس مثل الهاند كالون او الديقل او المسدس الكاتم او الدبل بيستول والمسدس اللي بسكوب او حتة البيستول العادي وكمان لازم تقتل لعب باستخدام السنايبر واللي موجود بثلاثة انواع السنايبر الهيفي السنايبر الكاتم واخيرا الهانتنج ريفل اللي بدون سكوب اقتل ثلاثة لعبين بترتيب لتريدة واللعبين الثلاثة عادي تقتلهم في جيم واحد او في اكثر من جيم على راحتك وفي اي طور تريدة النجمة السرية للاسبوع الثالث قبل كل شي تأكد من انك أخذت نجمة الأسبوع الاول وبنر الاسبوع الثاني عشان تضمن النجمة تطلع لك و لازم تكون مخلص كل تحديات للاسبوع الثالث التحدات السبعة كلها وفايدة النجمة فايدة النجمة يرحم امكم لاحظي اكتبها في التعليقات شوفوا فايدة النجمة فايدة النجمة انها ترفعك تير من البلد بس في شي يسمى تير يعني السكنلس وموزا وهذه اللي لتطلعها من البلد ب��س هذه اسمها تيرات وفايدة النجمة انها ترفعك تير بالبتل باس النجمة تلاقيها في الخريطة البركانية وعلى حسب الصورة الموجودة على المعبد المخفي او المعبد السري روح نفس المكان اللي انا رحت لها بالضبط وبتلاقي النجمة المخفية في واحد من اثنين على حسب الصورة موجودة هنا فوق بس ما تدري ممكن النجمة ما تكون فوق لذا لو ما لقيت النجمة هنا انزل لتحت وبتلاقيها موجودة قدام الصندوق هذا هو المكان 100% خذ النجمة وتكون خلاصة لسبوع ثالثة بشكل كامل وهذا المقطع عن اليوم لا تنسوا زر اللايك ولا تشارك لو ما شاركته ولو حبيب اندعمونا تقدروا تحضو كود المتجر سيئو عندكم خليكم انتراقبين لمقطع شاركة حديات الطور الجديد Getaway ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة